السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم الف عافية يا جماعة ان شاء الله اليوم راح نبدأ بكورس رقم 23 اللي هو algorithm and problem solving level 6 احنا اجلنا هذا الكورس ليكون انت تمخلص تقريبا 22 كورس معنا ويكون ال level of thinking عندك كثير عالي بحيث تقدر تستوعب المفاهيم اللي موجودة في هذا الكورس ضروري جدا ما تبلش بهذا الكورس الا وانت مخلص اكثر من نص الكورس رقم 22 عشان تقدر تبلش فيهم الاثنين لازم تخلص اكثر من نص كورس 22 وبعدها تبلش في كورس 23 وتخلصهم مع بعض تمام الفكرة في الموضوع انه في هذا الكورس احنا عم ناخده كابر تقوية للوجيك تبعك معظم المواضيع اللي رح نتطرق فيها بهذا الكورس هي مواضيع مهمة وبتأثر عليك انت كمبرمج بشكل غير مباشر يعني اليوم مثلا رح ناخد امثلة على sorting algorithms هل انت في حياتك العملية رح تستخدمهم ولا رح تقرب عليهم ولا رح تستخدمهم لانه في عندك ارد مكتبات جاهزة optimized لل sorting تستخدمها وكان الله بالسر عليم بس الفكرة في الموضوع احنا ليش مثلا من درسك مثلا خمسة ستة ال sorting algorithms عشان تفهم انه في طريقة الفلانية بنعمل فيها سورتوت في طريقة ثانية وطريقة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة في كثير كثير sorting algorithms بوسع مدارك انت كمبرمج انت مهمتك كمبرمج تقوي اللوجيك تبعك بغض النظر انك الشغل بدك تستخدمها بشكل مباشر او ما بدك تستخدمها بشكل مباشر سنأخذ كثير algorithms لها علاقة بالتريس 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 بالبيني ريسيرتش بالأشياء كثيرة وزي ما حكيت كلياتها معظمها مش رح تتطرق لها بشكل مباشر في حياتك او يندر ما تتطرق لها بشكل مباشر بس هذا لا يعني انك انت مش لازم تدرسها من باب انك انت تقوي اللوجيك تبعك فالفكرة في الموضوع انه انت بتدرس هذا فكرة في الموضوع أنك لا تحفظ حفظ كما عودناكم عمرنا لا تحفظ يعني مثلا تدرس البابل سورت مثلا جدلا ليس ضروري تحفظه المهم أن تفهم آلية عمله وتطبق عليها الانسيرشن سورت فقط تفهم آلية عمله وتطبق عليه هل يجب أن تكون حافظهم كلهم؟ أكيد لا هل يجب أن تحفظ الكوات كلهم؟ أكيد لا نحن نقول لكم افهم ما تحفظ حتى لو درستهم وبعد سنة سنتين انسيتهم كلياتهم كما أنت درست الرياضيات في المدارس استفدت منه لتقوية اللوجيك ثم انسيته هذا يعني أنك لم تستفدت منه كثير من الناس يقول لك أنا لا أريد استخدام الانسيرش في حياتي لماذا أدرسها؟ نزلنا فيديو قبل ذلك على موضوع أن الشغلة لا يجب أن تكون استخدامها بباشرة عشان أنت تدرسها لتنمي اللوجيك تبعك فهذا الكورس يعني زي ما حكينا هو كورس بيقويك كالوجيك تمام؟ في أمور حتفهمها في أمور حتستصعب منها عادي ما في مشكلة مش ضروري أنك أنت تكون 100% فاهم كل شيء موجود بهذا الكورس الفكرة أنك تحاول تفهم قدر المستطاع وتحاول ما تحفظ الأمور حفظاً فهذه بسيطة عن هذا الكورس وكما قلنا هذا الكورس يعتبر كورس تقوية لك تقدر في المستقبل تمشي فيه مع أي كورس ثاني لأنه كورس تقوية لك وكان الله بسرع عليم فاليوم إن شاء الله سنبدأ هذا الكورس وكل التوفيق جميعاً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر